وانتصر التاريخ والجغرافيا والكرة أيضا لا جديد يقال الأهل والزمالك في نهاي سوبر الأبطال كيف كان الصعود كيف كانت المعاناة المهم أن ما حدث منطقي ومتوقع بالحظ أو بضربات الترجيح أو بالفار الحقيقة إنهم الكبار صعد الزمالك أولا بفوز صعب ودراماتيكي على بيرامتس الذي كان أفضل في معظم فترات المباراة لكن هل من الممكن أن نقول عن من خسر إنه كان الأفضل وحتى لو كانت كلمة الحسم للفار والحقيقة أنني تابعت الجدل الدائر بخصوص قرار الحكام القائمين على تقنية الفيديو وكتابات تعليقات شريحة كبيرة من الجماهير معظم هذا الكلام لا يخرج عن حدود العاطفة فلا مصلحة هنا لأحد في أن يتأهل هذا أو ذاك والفار عليه مختصون ومثل هذه القرارات لا تصدر بالهوى وإنما بالحسابات أما الأهل فالفوز الذي حققه هو إحدى الأبجديات لم يحدث أن فاز سيراميكا كلبترا على الأحمر في أي مباراة وقطعا كان من الصعب أن يفعلها على الأهل هنا في بطولة يتطلع إليها الفرسان انتصرت المئة عامة التي تفصل بين تاريخ الناديين انتصرت الألقاب والسنين انتصر فارس أفريقيا المتوج على سيراميكا المكافح ليصعد لمواجهة الزمالك في مباراة لا شك إنها لصالح الكرة ولصالح الجمهور مباراة في قلب النور مباراة بين قلعتين بين هرمين بين قطبي الكرة المصرية على مر العصور الأهل والزمالك وجها لوجه من جديد الكرة المصرية على موعد هنا في أبوظبي مع العيد هكذا الأمر حين يلتقيان موعد مع الفرحة مع مباراة من الزمن الجميل يستعيد معها الجمهور الذكريات تتجدد الأمنيات هي هكذا دائما مهما ادعى بعض الجماهير غير ذلك مهما كانت التعليقات إذن يلعبان على الدوام يواجهان هذا أو ذاك الأهل لا يفرح حقا إلا عندما يفوزوا على الزمالك والزمالك لا يفرح حقا إلا عندما يفوزوا على الأهل لكنهما يعلمان إنهما الوجهي العملة للكرة في مصر يعلمان إنهما لازالة رغم التاريخ ورغم السنين كما هما للآن الأهل والزمالك الكرة في مصر بالتأكيد لها عنوان